وضع اقليم كردستان والبنتاجون خطوات جديدة لتأكيد التزامهما المشترك طويل الامد في عمليات الاصلاح وإعادة هيكلة قوات البيشمرغة لتكون قادرة على مواجهة هجمات الصواريخ والمسيارات مزيد في التقرير التالي بهدف توحيد قوات البيشمرغة اقليم كردستان والبنتاجون يعلنان التزاما مشتركا طويل الأمد في عمليات الإصلاح وإعادة هيكلة القوات وبناء قوة مهنية قادرة على مواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي وهجمات الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تحاول فك الارتباط الأمني المشترك بين قوات البيشبرغا والتحالف الدولي لطالما القوات الأمريكية موجودة في المنطقة وهي معنية حقيقة بمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة أيضا فضلا عن الانفتاح الأخير للقوات الأمريكية في المنطقة على الحدود السورية وكذلك على بعض المناطق الأخرى في الصحراء الغربية ربما تقتضي الحاجة إلى وجود قطعات أكبر لمواجهة هذه التحديدات المحتملة تقارير دولية تحدثت عن بندين جديد في موازنة البنتاغون تسعى واشنطن من خلاله إلى تخصيص أموان كافية لتجهيز الإقليم بأنظمة دفاع جوي لمقاتلي قوات البيشبرقة بهدف مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة وتشكيل ألوية عسكرية جديدة تكون بدعم وإشراف قوات التحالف الدولي وجود جيش موازي للجيش العراقي يفتك بسلطة الدولة وبهيبة الدولة وبسيادة الدولة هذا ما يحصل الآن هذه بدعة القول نحن لا نعلم من هما أجهزة الاستخبارات الأجهزة الأمنية وزارة الدفاع تدرك من هي الجهات التي تقوم بهذه الضربات على أربيل وعلى بقية المواجهة ويتعي القوات العابرة للحدود وتعد قوات البيشبرقة قوة أمنية نظامية تاني شكلت وفق الدستور وشاركت مع مختلف صنوف الجيش والأجهزة الأمنية في معاركها ضد تنظيم الداعش الأرهابي وما زالت وكذلك لديها تعاون المشترك مع قوات التحالف في عمليات الإصلاح والتدريب والتسليح بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل